أسعدتم صباحاً ومزيداً من التحديات أعود لملاقاتكم على الهواء مباشرةً في ضيافة مجتمع التحدي على قناة ميديان تيفي وأفهموا ما ينتظرنا وتحدي لنا جميعاً مرحباً بفضل أطر صحية قائمة وقوية ومستويات عالية من الرضا والوعي والثقة استجاب المجتمع المغربي بسرعة وفعالية لتفشي فيروس كورونا المسجد التحدي كان في مواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية واسعة النطاق والتي ترتبت عن الجائحة المغرب من الدول الأولى وباعتراف الجميع نجح في احتواء تفشي فيروس كورونا والتحدي يكمن في نهج تدابير سباقية سريعة قوية وممتدة من أجل كسر المنحنة التي عملت ليس فقط على الحفاظ على الصحة وحياة المواطنين بل حافظت في نفسي الآن على الدورة الاقتصادية وسلاسة الحياة الاجتماعية وبما أننا مجتمع التحدي ارتأيت اليوم أن نثمن وعي المواطن المغربي بموازات مع علو كفاءة الأطر الصحية المغربية فكيف نستقرؤ هذه التضحيات والمجهودات التي قمنا بها كمجتمع لا يمكننا الآن أن نغامر بها وخصوصا نحن في مرحلة جني ما بذلناه من مجهودات وما حققناه من نجاحات فكيف استطعنا أن نحول هذه الجائحة من تحدي إلى فرصة؟ سؤال سنضعه في دائرة رفق الضيوف الكرام ومعنا اليوم أشكورا الدكتور معاد المرابط منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية مرحبا صباح النور شكرا صباح النور شكرا استضافة مرحبا نورتنا شكرا نور كما يسعدني أنا الصديف الصيدلاني وديع بن دادا وباحث في صناعة الدجا مرحبا دكتور مرحبا أستاذة مرحبا بكي مرحبا بالمشاهدين برنامج مجتمع التحدي مرحبا مستعدين للتحدي بسعدي بداية دكتور معاد المرابط أحييك على رباطة جأشك إبان الجائحة يعني كنت رجل المرحلة ربما تحملت الكثير عننا كنا ننتظرك بفارغ الصبر في تمام السادسة بتوقيت المغربي بطبيعة الحال وإحنا كنتظر النتائج ما وصلنا إليه كيف هي الوضعية كيفاش كان إحساسك في ذلك الفترة أن المغرب كله كنتظرك في ذلك السادسة طبعا نحساس بالمسؤولية لأنه تعطي أرقام طبعا هنا يبغينا أن نقولوا بأن هذه الأرقام كان واحد العمل مسبق كي يبدأ من فرق الاستجابة السريعة على مستوى الأقاليم كي يوصل للجهات كي يوصل عندنا إذن كان واحد مجموعة من أطر الصحية اللي كانت تشتغل على الرصد الوبائي باش نعطيه هذه الأرقام خاصة في البداية كانت منظمة الرصد يعني معناش دي بلاتفورم يعني أنفورماتيك كانت تقليدية شيئا ما والتالي هي مناسبة كذلك نحيوهم جميعا فرق الاستجابة السريعة مراكز الجهوية الإخوان دينا يعني نقاط العبور ضبط الصحة اللي كانوا كيراقبوا يعني لكن في نهاية المطف كان قولوا بأن كما قلت الحمد لله أن نقدروا نقولوا بأنه نجحنا في واحد السألة اللي هي لم ينجح فيها دول بإمكانية أكبر بكثير وربما في البداية دي قبل ظهور المرض عندنا في المغرب كانت تساؤلات هل منظومة الصحية قادرة على أن تجاه به يعني كان جدل كبير كان جدل كبير واش المنظومة الصحية دينا قادرة قادرة أنها تحتوي يعني هذه الجائحة وتدائية ديها بالرغم من كل إشكالية اللي وقعوه لكن منظومة الصحية ما كانت نظرون من منظومة الصحية رمشي القطاع العام قطاع العام والخاص والعسكاري والصيادلة والأطباء والممرضين في المقاية المدنية جميع يعني المتدخلين كانوا واقفين ومعمر المنظومة الصحية نهارت خلال سنتين بينما دول قوية يعني من ضبطها الصحية للأسف كيف تقرأ هذه التضحيات هذه المجهودات اللي قمنا بها كمجتمع لدي هذه المعطيات وهذه الخرفيات دكتور محادي وهذا هو إتناسيون دولة الأمة مغريبة رأيه ماشي وليد اليوم أكيد أم لا قبل البارح مغريبة رأيه قرون قبل إدريس الأكبر ما يجي دير الدولة الإدريسية 172 هجرية رأيه كانت دولة في المغرب ودول في المغرب وقرون من صح يعني دولة صمود صمود وتحدي وتراكم ديالتجارب وتراكم ديالالخبرات وبالتالي لا يمكن لدولة أمة أن تفشل أمام الصحاب ربما توقعوا بعض البشاكل لكن ما كيكونوا الصعاب كيكونوا شيء حاجة اللي هي جدال كل ديك السعار أكيد أمم أمم قد نرجعون هاد الصعاب وكيفاش تحديناها في ذاك الفترة ولكن دعني أنتقل للدكتور بندداء يعني ماذا عن صقف تحدي ديال المجتمع المغربي وهو يواجه هاد الجائحة ديال كورونا واللي يعني العالم كله كان واقف يعني أمام هذه المعضلة الصحية هذه الأزمة الصحية صقفنا كمجتمع على المساور الاقتصادي على المساور النفسي على المساور الاجتماعي وأنا أعلم جيدا أنك باحث في هذا المجال النفسي دكتور بندداء فعلا يا أستاذ أول شيء يعني لو رجعنا إحنا دعيش اللحظة ديك اللحظة الأولى ديك العالم كامل وقف فيه العالم يعني بأننا كنا نشوف مشاهد لأي إنسان كي يجي في حل مشهد ديال وحل فيلم مرعبة مرعبة عيشنا فيلم يعني ليس فيلم ولكن حقيقة عيشنا حقيقة مرعبة حقيقة كنا نشوفها في الأفلام ديال الخيال العلمي إذن هنا الإنسان كشخص كي بقى ضعف صح يعني غيكون مهزوز نعم إذن المجتمع ديالنا جهد حد شيء صعب لهم كبار لما كان شيء واحد في حل قل الدكتور كي نتظر بأن وحن نهار بأن العالم يمشي في هذا سياق هذا وبأن تجي شيء حاجة اللي هي بسيطة لا ترى بن عين مجرد توقف العالم كامل وقف العالم كامل يعني تورى أستاذا مثلا حنا يا نسحة كانت عاننا الرخصة بأننا نخرجه ويا ريت ما كنا نخرجه بحيث أن كتخرج للشارع وكتلقى رأسك بوحدك كتقول ياريت كلا لو كان ديك الزحام ويكون ديك الناس وكتلقى شي كابوس بين أيام اللي كنتذكر بأنني خرج وكانت واحد سيارة خرج من البيت ديالي هزا طبليا ديالي وكتلقى واحد سيارة ديال فيها أفراد من الجيش اللي تبدلنا التحية وتبدلنا الدعاء نظر لي أننا كتحس برأسك بأننا مشهاد شوية مرعب وانا كتلقى حماس كتلقى حماس نظر لي أن كتلقى لك الكاهل ديالك واحد المسؤولية مسؤولية كبيرة مسؤولية ديال الوطن ديالك ديال النس ديالك ديال المشامع ديالك فعلان مبنة الوطنية ديالنا رخصك ولا بد ما يمكنش ترجع باللور ما يمكنش تقول لا أنا دبعا نخاف على رأسي خصوصا في الأول كان أكبر تحدي عنا أستاذ من ناحية العلمية إذا جئنا نشوفه بأننا نواجهه الفيروس لم يكنش عنه معلومات كبيرة في الأول كان معروف بأنه كورونا فيريضا العائلة فعلا تعتاد السرزكوف في الأولانية في الشرق الأوسط ولكن الفيروس كل مرة يخرج بشكل جديد يتطور يتطور بها وأكبر من هذا هذا كامير بأننا نعرف في عالم الفيروس بينما خرجت الدلتا الدكتور معاد نسبة الفتك أكبر من الأصلية تقول هنا بحل أن المجتمع يترح سؤال إلى ما تنس كاملة لما شغل نحن سهلان هذا سواء كان الناس ترجع الحياة هنا ترفع بالتحديات أول تحدي كان شخصي نفسي الإنسان رح كان مرعب عايش هو ما عايش في حل ترقت من نحياته حاجة ثانية علميا فهنا محلق الأستد منظومة صحية كين الرجال كين الناس خدم الرجال ونساء ونساء قبل الرجال بأن كل شي خدم كل شي في الصف الأول وكل شي مجند صح كان واجهه وحل الفيروس اللي ما كان شعن عليهم معلومات كبيرة ولكن خسنان واجهه من نحية النفسية كان ثقفنا يحتمل من نحية النفسية في الوهلة حصلت بعض الأعطاب النفسية واللي ربما كان مجتمع قوي استطعنا أننا نتغلب على هذه الأعطاب النفسية لأن كين ناس عاشوا اكتئاب عاشوا عزلة في الدار كانت تأثيرات لي عكسية في بلدان أخرى لم يكن يواجه كما واجهوا المغاربة في هذه النحية على الرغم بأن كان العامل أخر كان تحدي أكبر هو التحدي الاقتصادي الناس اللي كانت العجلة الاقتصاد وقفت الناس وقفت على العمل كانوا بالزاف الناس مرتبطين يعني عمل غير منظم يومي يومي جاء مساعدات دولة اللي عونته وحشوية الناس اللي كتشوف بأن هذا العامل هذا اللي العامل الاقتصادي تهوك يأثر عليها بأن نحن نبقى وقفين يعني مجموعة متحديات كم لك امرجي وهذه مجموعة تحديات اللي عشنا وربما تبتنا النجاح ديالنا كمجتمع حصلنا على اعتراف دولي دكتور معاد المرابط وهذا الاعتراف أن المجتمع المغربي بكل اطر دياله نجح في التصدي لهذا الوباء ديال كورونا أو كوفيد 19 وبتالي ربما نرجع أنفسنا نقول إلى ماذا يعود هذا الاعتراف الدولي هل للسياسات ربما الاحترازية للتشديد الوعي ديال المواطن المغربي إلى ماذا يعود هذا الاعتراف ربما التضاف لهذا العوامل كل على ما أعتقد مجموعة من العوامل فعلا مجموعة من العوامل لأن أنت لم تكن تعيش في قلب الحدث العوامل التي تكلمت عليها والتي أهضر عليها الدكتور وديع غير هذه القضية الأعتراف رأيها مهمة نعطيك مثلا فيما يتعلق بالرصد بالأرقام هي ترى ماشي جميع الأرقام المعلنة في جميع دول العالم مؤترف بها مركز الناس متخصصين في الأوبيئة الميدانية رأي تعتبر بالنسبة لنا هو المرجع ربما قبل من منضمط الصحة العالمية منذ بداية الجائحة ما عمره دار المغرب في المستوى الرمادي مستوى الرمادي ما معنى مستوى الرمادي معنى أنه المعطيات هنا ما مشيه ما هدوك يا إما غير صحيحة يا إما غير مكتملة يا إما المغرب ما عمره تحت في المستوى الرمادي منذ بداية الجائحة هذا معنى أنه الأرقاء أو كين دول أخرى المحطوطين في المستوى الرمادي منذ اللول إلى حدود اليوم وباقي هما في المستوى الرمادي يعود للحكامة يعود للحكامة للشفافية الاستباقية الاستباقية كان خمسات المبادئ في المغرب اللي بهم يتم متدبير طوارئ الصحة العامة بدأ الاستباقية مبدأ تدخل بي قطاعي يعني جميع القطاعات كل واحد حسب تخصصه واختصاصاته مبدأ التوافق مع لوائح الصحية الدولية اللي المغرب سنعليها في 2005 لوائح الصحية الدولية اللي ماشي جميع دول العالم احترمت بشكل واضح في هاته كوفيد-19 ولكن حاولنا مقدر إبقى أننا نحتر بهذه اللوائح الصحية الدولية المبدأ الرابع هي مبدأ العدالة والمساوات بين كل سكان المغرب يعني القطاع العام خلال الأزمات خلال الجائحات والأوبيئة تقدم نفس الخدمات لكل سكان المغرب سواء كانوا مغاربة أو غير مغاربة وكان ذكروا تلك أرى استفدوا بدون كل شيء كان في المغرب سواء كان مغاربة أو ماشي مغاربة إذن هاد المبادئ هادو هما وكذلك كان بدأ ديال تدرج حسب كما قال السوادي عراف اللول مرض كان ماشي معلومات قليلة معلومات مون عاديمة تواحد ما عارف شنو هو هذا الفيروس ولا الأعراض ولا رح توصل المرض لإيطاليا مثلا عارفنا بالليارة كيدير ديكتاخ تطور الدم قبل ما كان معروف الإسبان هما اللي طوروا لكورتيكو تيرابي يعني الوحد لعلاج معين إذن في الأول كان مرض غير معروف وبالتالي كل مرة كيخرج علم كيطور العلم إذن احترى استجابة كالطور البروتوكولات كيطوروا إذن هذه الخمسات المبادئ تدبير الطوارئ الصحة العامة في المغرب هو ما اللي يتم تدبير به جميع الأوبئة وخلونا نجحنا وطبعا هذا كانت قيادة اعتراف دولي وكانت قيادة صاحب الجلال نصره الله اللي كان يتابع كل كبيرة وصغيرة اللي مثلا وعطى الأوامير دياله بمجانية تلقيح اللي كذلك أعطى في الأول في شهر فبراير الأوامير باشي رجعوا الطلبة من ووهن وهذه عمليارة في ديالك الوقت الصين كانت في الكنفينمون كانت صعيبة هذه العمليارة ماشي سهلة أنك تجيب يعني ناس من البؤرة ديال الواحد ديال 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 الوابة إذن هذا هو اللي خلقنا ولله الحمد نجحنا في مواجهة كوفيد-19 وخصنا نعرفه ربما نبقى في الجو الإيجابي ولكن نقولها بأن كوفيد-19 غالبا هو يفتح بحال مدشين واحد مستقبل قادم هذا ربما هو المحور الرئيس ديال الحلقة هو أن المجتمع المغربي يحول جائحة كورونا من تحدي أو من نقمة أزمة إلى فرصة هذي كانت فرصة بالنسبة لنا كمجتمع ككل دكتور وديع ما فهمتوا من الكلام ديال دكتور معاد وربما هو ولي السوع ابنه وفهمناه كمغاربة في مجتمعنا هو أن كورونا في المجتمع ديالنا تستطيع على ثلاثة ديال مستويات مشهود لب عالميا كما قلنا هذا الاعتراف دولي عنا استراتيجية ديال القوة السرعة والتشديد أنت في قلب الحدث كنت في الصيدلية كتخرج كي يجو عندك الناس كيف تمت بلورات هذه الاستراتيجية اللي هي قائمة على هالثلاثة ديال العناصر أو ركائز اللي هي أساسية نحن في اليوم اليوم ديالنا اللي كان الكوتيديان ديالنا كان مبني أول حاجة على هذه السراتيجية هذه وكذلك طمأنة الناس وتوعية الناس الجانب النفسي الجانب النفسي نظرة لأن الشخص كان يكون يجي مهزوس هذه اللولة الحاجة الثانية فعلا لأن أطمتك مو كنا كنخاف من الموت يعني أي واحد صاب يعني واحد زائد واحد يعني الموت كان قريب جدا وخصوصا من أن تشوف دول كبيرة نهارت من أن تشوف دول كبيرة عند اقتصادات كبيرة وعند منظومة صحية في حلقة الدكتور معاد التي بترسن صحية كبيرة نهارت شدت الحدود لتقدر شوية تقدر على الله تعالج الوضع لتقدر وما قدرش إذن نحن لا بد السباقية ولا بد كانت هذه الساعة لماذا؟ نظرة لأن نحن كنا نسرع الوقت باش على الله نعطوه شي حاجة لنخلي المواطن دينا يكون مطمئن إذا السرعة كان عامل أساسي ولا بد ولا بد بحل قلت أستاذة ده بعد كنا كمني بنفس السلاشية كنت دكتور معاد إيبن الموعد الخار التابت النظرة لأن دكتور معاد قل لك هذه الإحصائيات قبل منهم شنو كان يعني واحد الناس تكون على حيط به وتعرف شنو كان نظرة لأن وتعطي معلومة دقيقة وصحيحة وواضحة وبسيطة هذه المعلومة من المهم تأتي بأن جاء عندك نسي ضلية وهذا النسي تشكو هذي سانطوم يعني كنقول حتى بأن ظهرت مثلا هذي المرة هذي كان دكتور في الأول كي بلك بحل أي ضربة برد في حل أي أعراض أخرى أعراض أخرى ولا يجب أن نعرف بأن نحن نعرف هذا الفيروس مثلا في الأول إذا أردت أستاذة الناس يأتي بشيال الشم بشيال بشيال أول عراض هذي هذي حاجات اللي بدينك نخلف ديال و أحيانا يكون تهيئ يعني غير مشالك الطبيعي يعني يعني كتقول صافر صافر بكورونا نعود لك وحي المستملحة دخلنا الوسويس وحي المستملحة بنسبة لي نحن كيصياد لكي جيو الناس نهار كامل يعود لك أنا عندي هذه عندي هذه كيفين الدرد يعني تعيش ذاك لأعراض كيفين تعيش منظر لأن الحالة نفسية ديالك تيسوم 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 دكتور موعد كنت يعني على دراية هاد الحالة النفسية ديال المواطن أنه كيتهيأ له أو لك يعيش واحد الوهم أنه مصاب بكورونا هاد الجانب هذا هي في الأول ربما غير من ذاك الأرقم التي كنت تعطي أحيانا كتقول ربما يكون عدو تأثير واحد الوقع سلبي على المواطن هي في الأول هو اللي كان هاد المشكل الكبير لأن من بعد وقت ما بحال يقول شو هاد الاستهانة ولكن في الأول كان فعلا على الصعيد العالمي كان هاد القضية ديال خاصة عرفو بإن هو قاع في الأول وفي العالم ما شغل في المغرب إن هو حالة مشتبة الكورونا هو أي واحد عنده عيني دائين وإذا مشحتك هم راح حالة مؤكدة يعني والشي كان كلك تشوف العالم صاف يرى حالة مؤكدة يلبس إيريا مجرد يعتص منوع على الأسيويين أنهم يعتص في الأماكن العالم ورات إحنا غري كتحس بجي واحد عتص حلي كت مزر من وهذا عادي عادي لأن الصورة نعم اللي كانت تنقل خاصة في البداية كانت مجموعة من الأمور اللي هي خاطئة الناس اللي كانوا كتحوا في الشاريع وهذه كلها كانت أمور خاطئة اللي ربما هذي يبان علش علش الدر هذا شي لأنه شي الدر يعني هذا خدمة المنصات التي التواصل الاجتماعي بكثرة لأن في ذلك الوقت كنا نعيش ذلك الحجر الصحي وكل شي كنتواصلوا عبر المنصات التواصل الاجتماعي وهنا كانت حتى كبلاد كمجتمع كحكومة مغرب تصدان هذه الشائعات لأنها كانت في ذلك الوقت تحت الشائعات خضنا وحد تحدي كبير في ذلك الفترة أن نصدي الشائعات دكتور حالة مثلا أن حالة اللولة حالة الجوج مارس حالة مؤكدة تعالنت في وسائل دائما الأوبئة نحن تشكرين في التخصص ديالنا أنه خلال الوباء كان مواجهة على صعيدين مواجهة الوباء ومواجهة الشائعات خلال اللي هي تلقى واحد يعني واحد المكان باش تنتشر كثيرا خلال الوباء وهي اللي تؤدي في بعض الأحيان إلى انتكاسات من خلال الوباء لأنه ربما كان الناس اللي يبغيوا يستغلوا هذه المسائل مثلا ذلك الشائعات اللي كانت تخرج على الصين في اللول قبل ما ينتشر في العالم ربما كانت تصلنا ذلك الصور فعلا الناس يسقطوا الشريع وماشي واقف يتع لقطت من أفلام كانوا لقطت من أفلام وكانوا الناس الأسف ينشروهم إذن هذه القضية يراها معروفة في الأوبئة ودائما يكون هذه التواصل جاوزناها بنجاح وتفوق دكتور هذا نقطة نعم واحد نقطة شرية للدكتور معاد هي بأننا خرجنا وخرجنا بدروس وهذه الدروس هذه نشوف هذا في الصيدلية يأتي عندنا الناس وهذه كانوا نعيط لنا بحسانات كورونا يعني كما نرى هذا كدروس يعني كدروس يقولون الأعراض الجانبية الناس خذت هذه الفكرة الأعراض الجانبية يأتي عندك لفارماسي أي دواء يقول لك ما هو الأعراض الجانبية التي فيه أو لا يمشي للدرو يرجع يقول لك أنا قريت في الورقة مداخرة الأعراض الجانبية وهذه من حسنات كورونا إحنا هذه التوعية أصلا هذا الوعي الصحي هذا هو هذا وحده الوعي الصحي صحيح بل أن نتعاملوا مع المواطنين يكون كيف يفهمك ويكون يناقش معك في كل موضوعية أنا بغيت ربما نختم في هذه الدقيقتين المتبقيتين على ما يثيرون كين تلقحت الموسمية دكتور معاد وغادي نشوف معكم بجوج هذه النقطة هذه تلقحت الموسمية الآن كين تم تجاوب كين ربما تقبل المواطن بهذا خوفا من ربما عودة كورونا هذا ما يروج صحيح لينك على خطأ طبعا بل حسب التعليق المودي العام لمنظمة الصحة العالمية هناك تراجع كبير لحدة كورونا وغالبا كورونا سيكون ما وجد ولكن ما سيكون بنفس الحدة وغايتحول إلى مرض تعفون رئوي حد مثلهم مثل باقي تعفون رئوية إذن دائما هنا الناس الذين هشش منع يدروا ربما نعرف الناس يمشون لفاغمسي يأخذوا أدوية بشكل ذاتي أنا مثلا حرقني أو حسيت بأعراض الإنفلوانزة يمشون لفاغمسي ونأخذ أدواء ما قراءتك لذلك تسأل هذه حتى كورونا نرى الناس كنوا يعملوها بزاف بزاف يمشون البروتوكول يوزو بحداف رهي ويجو بزاف نعطي واحد الدواء ذاتي الراسي وأنا ما عارف مثلا ما هي الحاجات التي يقير الجمعية ولا يقدر جمعية لكي نسهل المأمور على المشاهدين دينا نعطي مثلا مثلا سيرو واحد المحلول ديالشارب اللي تشربو من أجل الكحة الكحة وحاجة عادية اللي تقدر تجين أي شخص كي يجي عندك شخص صيدلية كتقول وش الشخص اللي تناول هذا في السكر أول حاجة حاجة طبيعية حفظ الله حفظ الله حنا قولوا لا هذه مجرد سؤال بسيط باش نعرف نظر لأن هذا هو حلو بالنسبة الناس اللي فيهم سكر ديابيتك ما يستطيع يشربوه مثلا الناس اللي عندهم الدغط ما يستطيعون يشربوه نظر لأن فهو المادة اللي ستسبب بلو ترتفاع الدغط يعني كان طلبوا من مواطنين ديالنا يتقبلوا ديك الأسئلة هذيك نظر لأن ديك الأسئلة هذيك مهمة حتى كتفصل كل شخص عن آخر نظر لأن كل واحد عنده المعطيات دياله كل شخص عنده حد واحد الهيستوريك دياله مي يمشي عن طبيب طبيب يشوف معاه هذي يدقق معاه هذي هذا كامل يقبل الضغط دياله يشوف كل شي دياله طيب نختم معك دكتور معاد مرابط كلمة لكل المواطن المغربي الآن هذي يشاهدنا اللي بغينا نقوله ده وغادي نتقف كورونا بأنه كان جوج النصائح لنوجهها باش كورونا يعني تكون مثلها مثل باقي تعفونة الرئوية تلقي بالنسبة الفئات الشاب ما كان شي واحد اللي ما زال عاد كيدرع الفعالية تتلقى فعالية ثابتة والحاجة الثانية أنه خلال المواجات ننصح بالكمامة لأن كل فيروس منتشر على التقوى الفطرة البينية بحال ده بحنا ما دار نش كمامة شكرا لنستطفطينا في موجر عادي تجيب الكمامة ولأن المغربة كمين نعف نجيب الكمامة إذن إلى هنا أصل معكم مشاهدين إلى ختام هذا العدد من تحدي اليوم أشكر كل من الدكتور معاد المرابط منصق للمركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة مرحبا شكرا جزيلا نورتنا كما أشكر أيضا الدكتور وديع بن دادا صيدلاني وباحث في صناعة الأدوية شكرا جزيلا لك نورتنا شكرا لك مع كامل محبتي شكرا